موسيقى فرصة هاي ليه للعمل في الجماهيرية اللي بيت شديقة فقط ادفع عالف النيه واختلم الفرصة فرص العمل محدودة واحدة 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 كلها حيسافر يا جماعة انتو مطلوبين بالأس واحنا عنيشتغل ايه هناك؟ ده كاترة ده كاترة يا باشمهندسين بس لازم انتشرفوا البلد وترفع راسنا فوق فاهمين؟ مين بكر؟ ايوة انا بكر اسكت اسكت انت حتسيح؟ يا اخوانا اللي حيدفع الفلوس دلوك ويكتب اسمه ييجي بعد اسبوع فاهمين؟ فاهمين يا صدقات اسأل تاني مين بكر؟ لا انا خلاص عرفتك اسمك يا اعويس اعويس واحدة 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 اعويس اعويس الولادة محمود الإسناوة بركبة عاوز مرزوها بكوة أفعالي الدم عليوة فخرة بورين أيوة لا أنت تاخد كمان واحدة عشان واحدة مش هتحول لا أنت خليت ليك بؤ حسن حسين أفعالي أسامة هاني هشاكت في اسمك صابر رسلان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا رب يا ساد فش حد جول إيه بصني نعيش لوحدي يا مراحب يا مراحب يا هلا خش برجلك اليمين عم جولة نجلع الداز مهنيه ولا ندخل بيها دوة تجلع إيه عم هو أنت دخل تستحمق يا مراحب يا مراحب يا هلا يا هلا سمي وانت داخل وطي وانت داخل يا ستاز يا ستاز والسلك دي ليه بقى عشان النموس عمار يا ليبيا دوريني كمهرية يا هلا يا هلا والله يا هلا فضل في مصر طلب تنفار ولا إيه حالك باهي حالك باهي يا رجالة اللي عايز ترابلو تيجي بنا والل عايز بني غازي يروح بنا والل عايز تطرب يمشي بنا والل عايز مخليج ترابلوس يا عايز حالك لا يعيش الله الله ترابلوس ي cleanup يا أخي مانبي يا أخي ترابلوس باجي عليه كدير ترابلوس فضل عليها والنشر يوم انا احنا عارفين و احنا اجهلين انا احنا اصابت صفوه اه باتك اي جهلي انا عازل اعال دون اصبوا علينا وادونا السعدي اعزاء المشاهدين النهاردة من خلال درنامجنا هنكون بنقدم لحضراتكم صورة مشرفة لرجال الاعمال المثريين رمعنا يا كرام الو قول هي ايضا اللي انجبت نسيم الرشيدي الف شكر الف الف شكر اهلا بحضرتك معنا يا فاند المضيف عزيز في برنامج وجوه مشرف اهلا بيكي وبكل شباب مصر طبعا في قداية استاذ نسيم هستغل وجودك معنا وبشكرك على حضورك طبعا ونتعرف على حكاية حضرتك مع السمود حب الوطن حب مصر حب بلدك حب مصر حتدي لك كتير قوي من خيرها وعلى رأي المثل مصر هي امي نيلها هو دمي شمسها في سماري شكلها في ملمحي حتى لوني امحي لون نيلك يا مصر الله يحب ألف شكرا 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 من بداية اللقاء وانا ملاحظة في ايد حضرتك اليمين في علامة يعني لو الكاميرا تجيبها علامة مميزة جدا يا فالد يا نيت لو اعرف من حضرتك يعني ايه قصة والله العلامة دي لها قصة بس قصة جميلة جدا وهي حرب اكتوبر العظيمة عام 1973 انا كنت من الشرفاء اللي حربوا في هذه الحرب وكت مؤمن تماما وانا بدافع عن طراب هذا البلد كنت ماسك الاربا جيه في ايدي وشغال مش دريان بنفسي بتفانى في حماية طراب مصر فجأة لقيت جندي اسرائيلي حقير عمالي قرب من ورايا حسيت بي عمالتي نفسي مش شايفه قرب مني الهب دابل كيك شقلطه قدامي اه شقلطه اه شقلطه وقع قدامي يعني هبش في دي قاعد يعد يعد وانا سايبه مالهي في العظة وانا شغال بموت آلاف من الاسرائيليين هو عايز يموتني طبعا لان هو اسرائيلي حقير 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 انا اسرائيلي حقير 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 هل في اي اصابات اخرى لو راجل بقى يقول العظة التانية فيه ما عنديش اي اصابات في جسمي غير في ايدي هزي العظة اللي انا بوريها الاسرائزة المصورين ممكن يصوروها اللي عظهالي الاسرائيلي الحقير واي حدي يعني اللي عظينا على فكرة اي اصابات تانية ما تصدقوش وانا بادعو كل الشباب اللي موجود معانا دلوقتي مين فيكم يحب ان هو يتصور مع ايد البطر يا فندم احنا مرقبين بيت خاله ليل نهار وبنت خاله كمان والنتيجة اه والنتيجة برافو يا فاشا انا كنت بستاني ساعتك تقولي النتيجة ربنا هيكرمنا بازن الله اصلي ساعتك طيب انت هتشحك علي بره 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 وانت كمان بره 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 يلا محسن انا عايز خمسين مليون عشان حدة الارض الاخرانية اللي عنين طبعا وراءها جاهز ومتساجن وانت لك عشرة في المية شوف يا محسن كل مليون لك فيهم عشرة في المية خليهم خمسة عشر في المية ما تبقاش طماء انتظات يا عليشو يا باشا انتوا اللي اتخذوا الفلوس تخلعوا احنا اللي بنتحبس ايوة بس انا اللي بخطط والولا اللي زي ما كنتش كسبته ولا نكلة كان زمانك عايش بالتلات اربعة تلاف ملتوش اللي بتخدهم من البانك كل اول شه محسن اتناشر ونصف المية مش خسارة فيك لولا او مرني يا باشا البرنامج المغرضه في ايه؟ نادوة الشباب وبعدها على طول الافتتاح لبس شباب جاهز؟ طبعا جوي يا باشا شوفي محسن بيبي حبي ايه؟